استقبل وزير الزراعة علاء فاروق السفير الياباني بالقاهرة أوكا هيروشي ووفدا من الجايكا اليابانية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث سبل التعاون المشترك بين مصر واليابان في مجالات الزراعة الحديثة والتكنولوجيا الزراعية واستعرض الجانبان الموقف التنفيذي لبعض المشروعات الفنية المقدمة من الجانب الياباني خصوصا برامج التعاون الثلاثي بين مصر واليابان وأفريقيا التي تركز على قضايا الأمن القومي ولا سيما في زراعة الأرز وأعرب وزير الزراعة عن شكره للجانب الياباني على التعاون المثمر في هذا الصدد مشيرا إلى أهمية نقل تكنولوجيات زراعة الأرز المقاومة للملوحة والجفاف والتباحث حول إدخال تقنيات الزراعة المائية الموفرة للمياه موسيقى موسيقى